اشتركوا في النوت هاتي عاملين ايه؟ فيديو جديد في فيديو النهاردة المنتجات اللي انا خلصتها في شهر اربعة هي دي بنات المنتجات اللي انا خلصتها كلها في شهر اربعة حاجات كتيرة يلا بينا نبدأ الفيديو الحاجة خلصتها بنات وزعلنا ان هي بتخلص بسرعة قوي كده مني هو الديودرنت دوت تمام ديت كانت ريحة العود اهيت بص انا خلصته يا دبك ممتال في مرة او مقاريتين حاجة كده يعني لاحظة حاجة بسيطة صغيرة خالص تمام وديل تاني مرة خلصوا لست اخر واحدة عندي موجودة فمش عارفة لما يخلصوا ازاي هتلوك اونلاين او الفيديو بتاع عارفة انا كنت اجيبه من اكتوبر بس فهو حلو جدا جدا اللي عايز اجربه دي ريحة العود انا مش عارفة جربت منها ريحتين قبل كده مش فاكرة كان كاندي او كادو حاجة كده يعني بس فدي اول حاجة من اللي انا خلصتها وتحفة عن تجربة واللي عايز اجربها انصحوا جدا ان هو يجربها جدا تمام دي اول حاجة خلصتها انا كده هختار بطريقة عشوائية يعني تاني حاجة خلصتها هو كريم نيفيا صوفت برضو نقص فيه بتاع مرة او حاجة بصوا خلص خالص معايا ده كان الحجمي الميت ميلي اه كان بخمسة وعشرين جنيه خلص حلو جدا يا بنات طبعا عارفين نيفيا صوفت وترتيب وكده فمن الكريمات حلو جدا وانا بحط عليه كابسولات فيتامين اي كمان عليه فبيديني ترتيب وحلو جدا يا بنات برضو اللي عايز اجربه ثالث حاجة خلصتها وهو حمام الكريم دوت بناويل حمام الكريم دوت حلو جدا جدا بيطر الشعر بيحللك مشكلة تأصيف الشعر او الهياشان فحلو جدا جدا انا المرة دي عملت حاجة مختلفة شوية اللي بعملو كل مرة انا في العادي خسل شعري بالشامبو بعدي كده بحط حمام الكريم بعد كده البالسم المرة دي اعملت شيعة مختلفة قبل troux hugely شعري حطت get up头 to reso تمام؟ وقعدت فيه بتاع خمس دقيق او عشر دقيق حاجة كده وبعد كده غسلت شعري بالشامبو وبعد كده حضرت البلسة وحسيت بترايان جدا في الشعر من خطوة ان انا استخدمته قبل الشامبو مش عارفة ليه و مش عارفة ايه الفرق بس انا قلت هجرب كده ولو نفعت هقولكو او قفتكو يعني معي اللي عايز جربوها او كده بس عايز اقولكو ترا جدا الشعر خلاه كده مترطب و نعم ومش مقصف فحلو جدا وحتى لو عملته بالطريقة العادية حمام الكريم ده هو الطحفة والي عايز يجربوه وجربوه هو العبوة دي كان ب 16 جنيه حلو جدا يا بنات وقعد معي كتير قعد معي اكتر من شهرين خلط بس انا كنت مستخدم معي منتجات تانية وجربها وقريب هعملكو زي روتين كامل للشعر حاجات كده جربتها وغيرت تماما من مظهر شعري بس فحمام الكريم دوت حلو جدا 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 عايز يجربوه كمان خلصت يا بنات الكريم ده الهند كريم دوت من ايفا كريم دوت ترتيبه متوسط مش ترتيبه عالي ريحته حلوة ريحته كده ظهور او فل ترتيبه بترتيبه ريحته حلوة جدا زي ما انا قلت متوسط دوت برطب بي ايدي بالنهار او فوست اليوم بحطه دايما قدامي وبرطب بي ايدي حلوة جدا ورحته حلوة كان سعره 30 جنيه او 35 مش فاكرة حسن ان سعره غالي عليه في حاجات تانية ارخص منه بكتير واحسن كمان منه في ترتيب زي لونة الازرق بس فبرضو حبيتها فتكه عشان العايز يجيب كريم اليد يكون كويس او الارخص منه كمان بس فدي كانت ترابح حاجة معايا وكمان خلصت المخمرية ديت المخمرية ديت حلوة جدا مخمرية السعودي راحتها كانت ورد زي ما انا ما قلت قبل كده بصو هي خلصت معايا خالص مفيهاش حاجة يعني ممكن تطلع علي حاجة بسيطة كده وانا شغالة يعني بس فمخمرية دي خلصتها حلوة جدا هجربها تاني ولا لا هجرب روايح تاني في اسمها جذور العود كنت عايز اجربها من اللاين دوت برضو برضو هجربه وقللكو عليه بس يديت حلوة جدا وراحتها حلوة وبتثبت يوم كامل معاكي موجوده ممكن يوم الا على حسب الحر او كده في الشتة كانت بتثبت يوم او يوم ونص كمان بس مش عارفة في الصيف متهيقل ان هي بتثبت يوم كامل او اقل كمان شوية وكان زعرها ااا خمسة وستين جنين او تمانين مش فاكرة بالضبط بس كانت من الحاجات الحلوة بتدي ريحة وترتيب حلو كمان كانت حلوة جدا يعني اكتر من ريحتها وترتيبها كانت بتدي ريحة وملمس ونعومة للشعر فاللي عايز اجربها اهيت وخصوصا لو شعرك ناشف او هايش هتبقى ممتازة جدا 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 معيك كترتيبه ريحة تمام وكمان خلاصت الشامبو دوت من جونسون تمام بصوا قاعد فيه ايه بصوا حكا صغيرة خالص تمام ايه شامبو شغال انا قلت قبل كده رأيه في منتجات جونسون مش هعيد نفسي تاني ايه بس فا شغال يعني فيه افضل منه كتير الاطفال بس يعني انا بخلصوا يعني مش هكرروا تاني وكمان خلصت المحلول دوت بتاع الدوافر نايل 15 حلو جدا 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 من هنا البكرة حلو اسمين قدام حلو قوي انصحك لو عايز اتجربت تجيبي حاجة ترطب الدوافر نفسها والما بين الدوافر هنا ترطبوا وتطول الدوافر وتقويها كمان ده حلو جدا 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 قاعد معي فترة حلوية هم 15 ميلي كان بتلاتين جنيه خلاص كمان من الحاجات اللي انا خلصتها هو السكراب بتاع بوبانا طبعا انا غسلت العبوة وحطيت فيها اهوة زي ما انتم شايفين حطيت فيها ملح الحليب بتاع بوبانا تمام استغلت يعني العبوة بتاعته لان ملح الحليب ما بعرفش استخدمه من الجوا بتاعته دايما بحطه في حاجة زي كده فاستغلت ان السكراب بتاع نيفرتاري خلص وحطيت جواه ملح الحليب خلاص دي برضو فكرة كويسة بحيث ان انت ما يتبليش الملح كله او تغيري يعني لما بيوصل له مياه هيعفد خلاص او هيدوب فمدي مش حاجة حلوة خلاص وخصوصا لو هو ما كان مكتوم او مقفول حاجة زي كده المهم ان خلصت السكراب دوت من نيفرتاري هو بجوز الهند وحط toma لاحق او 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 نوعية جربوا نوعية جربوا اللي هو بالقهوة من نيفرتاري خلاص او اللي هو بالبرتقان برضو كنت عايز اجربوا بس يعني لها جربوا اكتر او الاقرب هو سكراب نيفرتاري بالقهوة دوت ده كان شكله ده بس دوت كان حلو بيدي ريحها حلوة للجزم مش بتثبت بس بتدي ريحة حلوة للجزم وكمان بيدي ترطيب للجسم وانت بتعمل سكراب انت بترطبي جسمك انت مش محتاجة بعد دوت ترطبي من كتر ما هو بدي ترطيب لان هو بزيت جوز الهند بس انا برضو كنت برطب جسمي بقول زيادة بس فكري من السكرابات الحلوة جدا 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 وقعد معي كتير مع انه حجمه مش كبير قوي مش عارفة حجمه ايه او مية خمسة وسبعين جرام تمام بس حلو جدا وحاجات اللي انصحكم تتجربوها وكمان خلصت او قربت يخلص الكريم بتاع نيفرتاري برضو بتاع الواجه والرقبة ضد التجعيد بسوا في حاجة بسيطة خالص اهيت كم مرة يضوبك تمام الكريم بقى ده ليه كده ايه حاجة عايز اقولها لكم بسوا الكريم دول تجيبيه في الشتة للناس اللي بصرتها جافة ممتاز جدا 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 للناس اللي بشرتها جافة خلاص جافة بس او من عادية الى جافة اي نوع بشرة تاني لا خلاص مش هيناسبك خالص لان هو عبارة عن مجموعة زيود قوية جدا 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 على البشرة خلاص طيب تجربتي معا ايه في الشتة في الشتة الكريم دوت في الشتة هيبقى ممتاز يعني فوق الممتاز او هو عدا مراحض ممتاز بكتير خلاص طيب في الصيف في الصيف تقيل كمان على الصيف يعني ترتيبه تقيل هو عمتا كريم ليلي يعني ده ما بتحطش غير بالليل سواء كده او كده او في الصيف او في النهار بس في الصيف انا جربته هو في الصيف تقيل قوي على البشرة تقيل جدا على البشرة خصوصا لو انت بشرتك بتتغير طبيعتها من الصيف للشتة يعني الناس كتيرة تبقى في الشتة جافة جدا في الصيف من عادية او مختلطة كمان تمام ففي الصيف هيبقى تقيل جدا على البشرة فانا بحاول اخلصه في الفترة دية اللي هو شهر اربعة وخمسة خلاص بحيث ان انا مش اقدر استخدامه بعد كده في الصيف وهو كريم ليلي زم انا ما قلت بحلو جدا ترتيبه في الشتة هيديكي اقصى درجات الترتيب اللي انت ممكن تكوني محتاجها منه فهو حلو جدا 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 ريحته بخور ريحت البخور فهو ترتيبه تحفة 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 بيسيب ملمس زيتي شوية على البشرة البشرة بتشربه مش بسهوله بصعوبة شوية بس ترتيبه حلو جد js يبنات اللي عايز تجربه هو كان سعره 137 جنيه وحجمه 120 میلي كلاص ده شكل قهود ميلنة فرتاري وكمال خلصت الليب cách لونه بصه قاعد فيها حاجه صغياره تمام بجوز الهند حلوه جدا وترتيبها حلو مش اخضم حاجه خلاص لا في احسن كتير بصوا للامانة ما عجبتنيش بس شغالة يعني ترطيب اللي هو اليومي برضو بافضل حطها قدامي وافضل راحة جاي ارطب بيها شفافي طول النهار كمان عملت بيها حاجة حلوة جدا يعني كان احسن من ترطيب الشفاف كنت برطب بيها العقل اللي عند الضوفر بصوا الحتة دي جاكت كده كنت بعمل كده بيها كانت بترطب لي المكان جدا وبتسيبه مترطب وحلو وبتنهيلي على مشكلة الودنة او الكلام دوت لو انت بعنديكش مشاكل كبيرة اوي في ودنك فديني الحاجات او الاختراعات اللي انا جربتها وعجبتني جدا فيها خلاص وكمان خلصت الليب فالمكوري دي تنكو او حاجة كده دي ترطيبها امر يعني عسل سكر حاجة كده ترطيب حلو جدا 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 للشفاف خلاص بتدي تنت حلو للشفاف كمان كنت بستخدمها احيانا كتنت فحلوة جدا برضو قاعد فيها بصوا حاجة صغنانة خالص بس ترطبها حلوة اوي 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 وعجبتني هكررها تاني ولا لا لو في اصدارات كتيرة طلع منها دلوقتي بقى طعيمة كتيرة ممكن اجرب حاجة زي كده منها خلاص ودي كان سعارها 25 جنيه كمان من حاجات اللي خلصتها خلصت الكريم المرتب دوت اسمه بايفين كنت دوت بس تخدمه على اليد والرجلين والاكواه والركب تمام بصتوا دوت كان سعاره 30 جنيه في حاجات اقوى في الترطيب وارخص في استعار مش هقولكو غير كده فلا ايه في حاجات احسن من دوت تمام كنت جايبها من الصدلية 30 جنيه ومش هكرره تاني عشان زي ما انا مقلت لكم في حاجات احسن وافضل كمان حاجة الابلي الاخيرة كانت من ميكوب خلصت المسكارة ديت من اسمه قلتلكوا رأيه فيها قبل كده قلتلكون هي حلوة بس الاحلى لاش برينسس طحفة 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 فديت نفس سعر لاش برينسس من نفس الماركة اسنس فالاخضل طبعا تجيبي اللاش برينسس اللي عايز يعني يجيب مسكارة كويسة دي كان كويسة كل حاجة بس مش بتديني الكثافة اللي انا عايزاها كانت بس بتوزع الريموش لكن الكثافة لا التاني احسن بكتير كمان اخر حاجة خلصتها معي وهي حاجة رجالي اللي عايزة تجيب هدية لجزهة او خطبها وعايزة تجيب له حاجة ريحتها حلوة جدا وفي نفس الوقت سعرها مش اوبر بالنسبة للاسعار اللي احنا بنسمعها او بنشوفها وهي البرفين دوت من زارة طبعا دلوقتي تتخضوا ان برفانات زارة غالية جدا بس تصدقوني احيانا بيتعمل عليها عروض حلوة جدا فديت اسمها سول من زارة حلوة جدا حلوة قوي قوي ودي تنفع صيفي اكتر يا بنت مش شتة يعني ما تنفعش شتو لانها خفيفة على الشتة فصيفي عايزة حاجات كده روايح حادية شوية او فرنسي شوية غير الشتة عايزة حاجات شرقي اكتر فاهميني حلوة جدا 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 من كتر محلوات انا كنت كمان احيانا بستخدمها لابني حلوة جدا 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 ريحتها هادية وكانت ب250 حاجة كده مش فاكرة بالزبط استعر وحين بيبقى عليها عرض واحدة والتانية بس التانية بتبقى مختلفة شوية من نفس اللاين من سول برضو بس سول حاجة او كده يعني ريحة مختلفة فمن الحاجات الحلوة جدا 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 لو عايزة تجيب اهتيال جوزك او خطيبك زره موجود في كل المولاد بس بنات فده كان فيديو النهاردة يارب يكون الفيديو عجبكو ما تنسيش هزهر قدامك هنا لتعملي سبسكرايب للقناة وكمان تدوسي على علامة الجرار اللي هتزهر دلوقتي ولاي كتير للفيديو دوت وتشاير الفيديو مع كل اصحابك وشليني بحبكو جدا باي باي